السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة هنعمل العجمية حشوة للكحك كل سنة وانتم طيبين اعمل عنا المكونات تلات معالق كبيرة سمنة وتلات معالق كبيرة دقيق وتلات معالق كبيرة سمسن ونص معلقة ريحة الكحك ونص كباية مكسرات وكباية لربع عسل لكباية الحاجات دي بنعمل منها الحشوة بتاعة الكحك ولازم تكون وسط ما تبقاش جمدة قوي عشان ما تنشفش مني في الفرن جوا الكحك وما تبقاش سايحة قوي بحيس انها هي ما تدوبش في الكحك وما تبنش لانا عايزها متوسطة فان شاء الله هبتدي هحط اتصع النار وهسيبها تسخن شوية وانزل بيها باستمنة عليها عشان تسخن معايا وانما تدوب السمنة كده ابتدي انزل ببقية الحاجة المكونات اول ما تسيح السمنة معايا هنزل عليها بالدقيق وادوبها في الدقيق واقلب فيها لغاية ما حيث ان الدقيق استوى بتاعي ولون لون الدقيق هنا هو اللي بيحدد لي لون العجمية في الآخر وبعد كده بنزل بالسمسم وريحة الكحك واحرص كويس قوي ان الدقيق بتاعي ياخد تشويحة كويسة قوي علشان يبقى مستوي ما يبقاش طعم ودقيق ناية جوة الكحك وافضل بقى قلب كده في السمنة في السمسم وريحة الكحك ودي جوة السمنة وبعد كده انزل عليهم بالمكسرات اللي تعجيبك طبعا دي حاجة شخصية المتوفر معاكي وقلب فيها كويس برضو هي اصلا مكسرات محمصة بنزل بالعسل كوبية لربع الكوبية انا حتى كوبية لربع واقلب فيها مش هاعد كتير هي دقيقة واحدة على النار وطفي لان هي تحتفظ بسخنية ها فترة وبعد كده اسيبها تهدى شوية من السخنية دي لانها سخنة جدا مش هقدر اعرب لها وبعدها بتجي اعملها باحجام تناسب الكحك يعني اللي انا هعمله هعمل كحك صغير هعمل حشوات صغيرة وبتجي اكورها كده بعد ما بردت على اساس ان انا بعد كده انا هعملها الصبح واعمل الكحك اخر نهار شوية عشان تكون برده تماما وكل سنة وانتو طيبين وما تنسوش تشتركوا معينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته